أعرب معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد وزير الخارجية عن عتزازه بتكريم سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر تقديرا لجهوده دأوبة في نهضة الإعلام العربي وتطويره مؤكدا أنه يعد تكريما لمملكة البحرين ويؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه الصحافة البحرينية على الصعيدين الإقليمي ودولي حيث تعيش عصرا زاهيا وتتمتع بفضاء واسع من الحريات يدفعها نحو أفاق أرحب من التقدم والازدهار جاء ذلك خلال حضور معالي وزير الخارجية حفلة تكريم الفائزين بجائزة الصحافة العربية للعام 2018 والذي قيم اليوم في مدينة دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله وذلك ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي وبمشاركة نخبة من الإعلاميين ومثلين عن العديد من القنوات العربية والعالمية وخلال الحفل قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بتسليم جائزة شخصية العام الإعلامية لسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لشؤون الإعلام رئيس مجلس إدارة صحيفة الأيام البحرينية وقد أكد معالي وزير الخارجية أن جائزة الصحافة العربية هي إحدى المبادرات المهمة التي تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على تشجيع الطاقات الصحفية العربية المبدعة كي تواصل أساماتها وأداء رسالتها في بناء شخصية فاعلة وواعية وقادرة على المساهمة في عملية البناء الحضاري لأمتها ومجتمعها على السواء